موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير وإهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار في ساعة ضيفنا هذا المساء هو أحد الكفات الغذية الشابة التي تعرف من خلالها الاندية القطرية بعد أن تمكن في تقديم النادي الأهلي القطري على مستوى المناسب من العمل المؤسسي ومن خلاله تمكن استعادة موقع السابق في دوري نجوم قطر أثر تتويجة بدوري درجة ثانية وللتعرف أكثر عظيفنا نتابع معكم هذا البروفايل الشيخ أحمد بن حمد بن علي الثاني رئيس النادي الأهلي القطري حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وهو أحد الكفاءة القيادية القطرية التي يشار إليها بالبنان لما سطع الوصول إليها على مستوى نديه الملقب بالعميد من عمل مؤسسي منظم ظهر مؤخرا من خلال عودته القوية إلى مصاف أندية النجوم والمحترفين بعد تتويجه بلقب دوري أندية الدرجة الأولى بجدرة واستحقاق بدأ حياته الرياضية لاعبا في نادي قطر في فئة البراعم كما شارك في إدارته لفريق التايكوندو في فترة أخرى ما يحصب في صالح رئيس النادي الأهلي الشاب أنه تدرج قبل الوصول للرئاسة في العديد من المناصب بدأها مشرفا على كرة القدم الأهلوية في الفترة التي كان فيها الشيخ خالد بن علي الثاني رئيسا للنادي انتقل وفي فترة أخرى للعمل كنائبا لرئيس جهاز الكرة وبعدها رئيسا للجهاز وفي مرحلة أخرى عضوا في مجلس الإدارة تلك الخبرات التراكمية شاركت أن يكون الشيخ أحمد بن حمد متسلحا بالعديد من المواقف والمشاهد والتي أثرت ما يملكه من خبرات سابقة وكفاءة قيادية وكان لها أبلغ الأثر في الوصول إلى حالة من الانتجام مع عناصر الأسة الكروية في النادي الأهلي وصناع القرار في المؤسسة القطرية وأكدت أن الرجل القيادي الشاب يتمتع بالعديد الإمكانيات والمهارات وأصبح النادي الأهلي الذي يقوده مقبلا على مرحلة مفصلية في تاريخه الجديد والذي يأمل من خلاله البقاء على سلم المحترفين قبل التركيز على تطلعات وأمال أخرى في المنافسة على مراكز المقدمة أهلاً بكم مرة أخرى يمكنك متواصل معنا وتوجيه الأسئلة ضيفاً الكريم على حساب برنامج في تويتر الذي يظهر على الشاشة سعى الشيخ أحمد بن حمد رئيس نادي الأهلي شكراً على قبول الدعوة تواجدك معنا اليوم في هذا البرنامج العفوة شرفني في البداية أحب أشكرك على استضافتك لي في برنامجك وأحب أشكر المخرج عيسى لصليطي على مقدمة اللي قدمها عني وعن نادي الأهلي وحناك بعد فريق إعداد يعني محمد عمد كلهم إعداد والمصورين والموجودين كلهم الشيخ نادي الأهلي البعض يقول وجه نذار شديد اللهجة اللي أنديت دور النجوم بظهوره أكثر من ممتاز في المبارتين اللي حضرها مع سواء ويا الوكرة وحتى مقاطر والخسارة اللي كانت نوعاً ما ضربات ترجيحية هل هذا بداية للموسم قوي لنادي الأهلي شوفوا احنا دائماً يعني في كل موسم حتى أثناء هبوطنا انت لو تلاحظوا أن لكون الأهلي في بداية المشوار يبدأ طريقة تدريجية قدمنا موسم صعب السنة في الدرجة الثانية تخبر اسم اللهلي اسم كبير فالفرق لدرجة الثانية إذا جاءت تلعب ضد الأهلي تلعب بمئة في المئة من مستواها أو أكثر 150 أنا أتوقع فصادفنا موسم صعب وبعد ذلك دخلنا إلى كاسم والأمير قدمنا ما استطعنا تقديمها نطلع نشرف الكرة الهلوية ونروي قيمة نادي الأهلي للجماهير والناس إن الأهلي لو نزل درجة ثانية يعني هذا مش المكان الطبيعي هنا وهنا بعدين بحمد فيه أندي كبير نزلت درجة ثانية في العالم كله ولكن أيضاً نادي الأهلي يمكن أثبت من خلال تواجدة في كاس الأمير أنه لا زال يقدر يزاحم الأندية اللي مش أندية المؤخرة أندية الوسط وأعتقد اليوم يعني المباراة الأخيرة مع نادي قطر الضربات الترجيحية اللي هي أحياناً البعض ينظر لها أن هي غير منصفة يعني وعما هي من أخرجت نادي الأهلي من الكاس الغالي الضربات الترجيحية ضربات حط توفق نادي قطر فيها إحنا ما حالفنا الحط طلعنا من الجولة بس هو البلنتي الأخير اللي كان حق ضربة ترجيحية الأخيرة ضربة ترجيحية الأخيرة اللي عامر الدوسر يصدها والحكم عني أنا أشوف أنه أجحب في حق نادي الأهلي لأن دائماً أنت تطبق روح القانون مش القانون فدائماً حراس يتقدمون وأتوقع على سبيل المثال حارس الغرافة من أكثر الحراس يتقدمون غاسم برهان ولا نعادت له ولا ركلة يعني اعتمد على شيء وهذا الشيء في الأخير يعني الحكم بش الأخطاء التحكيمة هي لتحلي المباريات أنا بالنسبة لي بس أنا أشوف دائماً الأخطاء على الأهلي يعني إحنا يمكن شفنا عند أخوان زملاء في المجلس بعد المباراة أثنوا على نادي الأهلي وأثنوا على ما غدم نادي الأهلي في المباراة والبعض رأينا الأهلي يستحق أن يواصل في الكاس الأمين الحمد لله هم شيء نحن رضينا لجمهورنا ورضينا لفسنا وبينا للناس ما هو الأهلي وأن الأهلي مهماً يعني يبتعد عن منصات التاتويج أو هذا يبقى أن الأهلي دائماً هو كبير ومع أفرق الكبار وأنا ما أشوف أن المستغرب أن الناس يشوفون أنه غريب أن الأهلي قعد يقدمهم المستويات ليش؟ لا أقول أنه يمكن الشيخ موسم واحد نحن نزلنا درادة ثانية وقبل نزلة تنديية كبيرة يوفينتوس نزل وأعتقد دوري يخذ الدوري قابق وسين ودنا أن يأخذ الدوري ونادي الأهلي يمكن حتى الموسم اللي فات الموسم اللي قبل اللي فات اللي هبط فيه كان قدم مستويات جيدة وأسجل أقوال وعمل ناتج ولكن كان عادة ما تنغلب النتيجة يكون فايز فتنغلب النتيجة للشغل الثاني لأسباب ولكن كان قدم مستوى لا باس فيه ولكن لم يستطع جمع النقاط اللي تشفعلها ببقاء في الدرجة الأولى أسوأ المتشائمين كان السنة اللي فاتت ما يتوقع أن الأهلي ما يخرج من المراكز الثمانية خلنا نقول عشان ما بارغ زيادة يعني أول هامسن لاعب كبير بوشروان لاعب كبير ديوكو هداف الدوري الأفريقي أحنا ممكن كان عندنا المشكلة الوحيدة اللي هو المدافع الله ما يحضرني اسمه اللي هو الاسيوي اللي راح النصر السعودية الحين فأقولك هو كان أسوأ المحترفين الموجودين عندنا وأسبابه يمكن هو التدهور ووضع الفريق في فترة من الفترات كان هو السبب وبعد ذلك احنا صابتنا في الموسم موسم اللي راح بدينا يعني لعبنا ضد الأخوية برد ضد العربي تعادلنا مع العربي لعبنا ضد الأخوية في بداية الموسم من هزمنا بعدها لعبنا مع الريان جاء الفزن عليه في شوط الأول شوط الثاني قلب النتيجة كنا يعني نسجل ونكون دائما نحنا الأفضلية لنا بس أخطاء بعض الأخطاء من اللاعبين تسرع يمكن الشيخ كان يؤخذ على عبدالنبارك في ذاك الوقت كمدرب للغطري اللي نوجه للتحية وغدم بعد مستوى جدا رائع مع السرية في نهاية هذا الموسم أنه يفتح اللعب يمكن يفتح اللعب فكان يسجل أهداف